انطلق العام الدراسي الجديد في مختلف محافظات مصر حيث انتظم حوالي 25 مليون طالب في حوالي 60 ألف مدرسة وسط ضوابط وزارة التربية والتعليم الجديدة للحد من الغياب بالمدارس ومواجهة الدروس الخصوصية وشهدت المدارس حضورا كبيرا في أول أيام الدراسة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإداريين والهيئات المعاونة أجواء من البهجة والسرور على وجوه الطلاب والطالبات هكذا كانت الصورة في أول أيام العام الدراسي الجديد في المدارس بأنحاء الجمهورية القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات كانت في طليعة متفقدي سير العملية التعليمية على أرض الواقع للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال الطلاب بشكل جيد والتأكيد على دور العملية التعليمية في بناء المجتمع كونه أحد أهم ركائز التنمية الشاملة كل سنة طيبين وسنة سعيدة لكل أولادنا ولكن إن شاء الله على تمرر العام الدراسي كله بإذن الله هنكون معهم جوة الفصول نشوف المعملية التعليمية بالدوري إزاي وزيما اتفقت مع مدير السادة ومدير المدارس إحنا هنبدأ يومنا ببداية اليوم الدراسي باب المدرسة يتقفل لنهاية اليوم الدراسي استعداد مدرسة ومدرس وطالب إحنا هنا في محافظة برسعيدة عندنا خمسمية أربعة وتلاتين مدرسة بتستقبل مية أربعة وتمانين ألف طالب هذا العام في جميع المراحل التعليم العام والتعليم الفني ونتقدم طبعا إحنا مرين على جميع المدارس بفضل توجيهات معالي الوائر كان حرب محبة حبشي وتم الاستعداد على أكمل وجه لاستقبال أولادنا والإطمئنان على سلامتهم وأمنهم وطمأنينة أولياء الأمور على حسن العملية التعليمية في محافظة برسعيد إن شاء الله وعام سعيد إن شاء الله يلقوه في المحافظة الباسلة بإذن الله طبعا مدارس التعليم الخاص من فترة طويلة وهي في أتم استعداد على قدم وساق من الاستقبل العام الدراسي الجديد طبعا إحنا السنة دي عندنا عام مختلف عندنا مبادرة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي بداية جديدة لبناء الإنسان كانت من ضمن أولويات مدارسنا إن إحنا يعني إزاي نزرع في أولادنا الأخلاق وإزاي ننشئ جيل جديد قادرة على تحديات المستقبل تفقدات هدفت في المقام الأول إلى التأكد من توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب فضلا عن حث المعلمين على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل مستوى تعليمي وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد على رفع مستوى التعليم بجميع المراحل التعليمية المختلفة وفي إطار إذكاء الشعور بالانتماء للوطن خصصت المدارس في يومها الأول أول حصصها التعليمية للحديث عن المشروعات القومية والانتماء وهو التوجه الذي حرص عنه وزارة التربية والتعليم لتعميق الرابط بين المواطنة والهوية الوطنية بشكل طبيعي أولياء الأمور كانوا ولا زالوا في صورتهم التقليدية بإمكانهم في أول أيام العام الدراسي الجديد خاصة أولئك الذين يستهلون مشوارهم التعليمي في صفوفهم الأولى بهدف إزالة رهبة البدايات من قلوب صغارهم وفوحانة أنا اللي ديك المدرسة في قرش عواب نفسي أطلع مهندس مبسط قوي لما قلت للمدرسة عشان نفسي أطلع مهندس وقيت المدرسة النهاردة وفرحين قوي ونفسي أطلع بشهندس روبوتات عام دراسي جديد بدأ منتظما وسط فرحة من الطلاب وذويهم لتتضح من اليوم الأول جهود الدراسة متمثلة في قيادتها التنفيذية لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب والآمن والصحي للطلاب أثناء يومهم الدراسي